السلام عليكم ورحمة الله. خبر مهم جدا جوجل النهاردة اعلنت ان جوجل بارد اصبح متاح في مية وتمانين دولة. واللي ما يعرفش جوجل بارد انا كنت اتكلمت عنه قبل كده وقلت ان هو بديل شات جي بي تي ومتاح في مصر بقوائم انتظار. فالنهاردة هم اعلنوا ان جوجل بارد اصبح متاح في مية وتمانين دولة بدون قوائم انتظار. الحاجة جميلة كمان ان هيبقى متاح قريب جدا ان لما تسألوا عن معلومة معينة يديك الاجابة في هيئة تيكست بلاس في هيئة صور. ودي حاجة مش موجودة في شات جي بي تي حتى الان. غير كده تقدر تسأله عن صورة معينة تستخدم الكاميرا بتاعتك ببرنامج جوجل لينس ويبدأ هو بيعمل تحليل للصورة ويديك اقتراح على حسب سؤالك. يعني تقول له اعمل لي عنوان مناسب للصورة فهو يحلل للصورة ويديك اقتراح لعنوان مناسب. ومن الاخبار المهمة برضو انه هم هيعملوا تعاون مع الاداة اللي هي ادوبي ودية اداة لانشاء الصور بالزكاء الاصطناعي. هتكون متاحة قريب ان انت تستخدم نفس التول ديت الخاصة بيه ادوبي داخل جوجل بارد. ده بجانب ان هيبقى فيه او امكانية لاستخدام جوجل بارد مع الجيميل كمثال يعني انت عايز تكتب ايميل تقول له انت عايز تكتب ايميل عن ايه فهو يديك المقترح بتاع شكل الايميل عشان يكتب بشكل وتعمل اكسبورت مباشر للجيميل. ده طبعا بجانب الانتجريشن اللي هيحصل ما بين جوجل بارد وكل خدمات جوجل الموجودة على تليفونك.